حادثة خطرت في بالي أيام العثمانيين الوالي العثماني في بغداد كان عنده مشكلة ومشكلة كبيرة بالنسبة له طلب المشورة من جماعته أشاروا عليه ما اقتنع بكلامه قالهم دوروا لي على واحد حكيم ما معقوله هذا العراق ما في حكيم يستطيع أن يشير علي بمشورة صائبة وحكيمة ابحثوا لي وصفوا له واحد في الجنوب في جنوب العراق من السادة الهاشميين اسمه سيد جاسم قالوا له في المنطقة الفلانية في الجنوب العراقي واحد من شيوخ السادة الهاشميين اسمه سيد جاسم هذا الرجل كان معروفا بالحكمة كان مثقفا من شيوخ العشائر هو من شيوخ السادة الهاشميين كان مثقفا كان وجيها وحكيما يقصده الجميع طلبا لحكمته ولرشاده فقالوا له للوالي العثماني قالوا له هذا سيد جاسم بالمنطقة الفلانية في جنوب العراق مشكلتك تلقى حلها يمع سيد جاسم فأرسل إلى سيد جاسم يطلب منه القدوم إلى بغداد الحكومة المحلية أرادت أن تجعل قوة عسكرية تذهب مع سيد جاسم سيد جاسم رفض قال أنا أذهب لوحدي وفعلا الرجل امتطى فرسه وتوجه إلى بغداد الوالي من قد ما كان مهموم خل ناس على بوابة بغداد حتى إذا وصل سيد جاسم مباشرة يأتون به إلى قصر الوالي المسافة من المنطقة التي كان فيها سيد جاسم وتحديدا قرى مدينة الشطرة تحديدا من هذه المنطقة من قرى مدينة الشطرة من هذه المنطقة إلى بغداد وعلى الفرس يحتاج إلى أيام إلى عدة أيام الوالي كان على جمر ينتظر على جمر لأن المشكلة بالنسبة له كبيرة ومرت وصل سيد جاسم إلى بغداد ما إن وصل سيد جاسم إلى بغداد أخذوه رأسا ما اهتركوا يذهب إلى مكان كي يستحيم يبدل ثياب عدة أيام وعلى الفرس وطرق ترابية هو متسخ ملابسة متسخة رائحة غير طيبة بسبب العرق والسفر الطويل أخذوه مباشرة إلى الوالي الوالي خلال الأيام الماضية يلهج دائما بذكر سيد جاسم حتى أن الذين حوله حسدوا سيد جاسم قبل أن يشاهدوا قبل أن يلتقوا به لما يجدونه من اهتمام الوالي بسيد جاسم دخل سيد جاسم على الوالي واحد من القاعدين من أعوان الوالي من وجهاء بغداد أو من كبار الأثرياء ممن يعتنون بعناقتهم واكسسواراتهم وإلى آخرهم فلما دخل سيد جاسم بهذا الحال رجل بلباس قروي هو من شيوق العجائر ليس كلباس العثمانيين المتحضرين في بغداد ملابس وسخة هندامه وحاله متسخ ما تركوه يذهب كي يستحم ويهيئ نفسه فماذا قال هذا الرجل قال تسمع فيلم عيدي باعتبار أهل الجنوب معدان تسمع بالمعيدي أحسن ما شوفه هذا مثل عربي قديل تسمع بالمعيدي خيرا من أن تراه والمعيدي هنا في هذا المثل نسبة إلى قبيلة معايد كلمة قالها المنذر ابن ماء السماء اللخمي حينما دخل عليه المعيدي لها حكاية أحد رجال قبيلة معايد فقال المنذر ابن ماء السماء اللخمي لما رأى هذا المعيدي الذي كان يخافه كان يقطع الطريق على قوافله على قوافل المنذر بعد ذلك حدثت مصالحة فلما دخل المعيدي هذا كان قصير القامة وكان دميم الخلق لم يكن جميلا فقال المنذر تسمع بالمعيدي خيرا من أن تراه كنا نتصور أن المعيدي هذا بقامة طويلة إلى آخر ما كان يتصور فماذا قال له المعيدي قال أبيت اللعن يقول للمنذر أبيت اللعن إنما المرء بأصغر أيه كلام قوي إنما المرء بأصغري يعني بقلبه ولسانه ليس بشكله مثل ما يقول زهير ابن أبي سلم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده وما تبقى صورة اللحم والدم إنما المرء بأصغري أبيت اللعن إنما المرء بأصغري على أي حال هذا الرجل الذي من أعوان الوالي ومن كبار أثرياء بغداد ومن وجهاء بغداد ذكر المثل بحسب ما هو في الثقافة الشعبية العراقية يقصدون بالمعيدي بالمعيدي أهل الجنوب الجنوب العراقي قال تسمع بالمعيدي أحسن مما شوف هذا الكلام وصل إلى مسامع سيد جاسم على سليقته أنشد بيتين لصالح ابن عبد القدوس شاعر عباسي معروف فماذا قال قال لا يعجبنك ميصون ثيابه حذر الغبار وعرضه مبذول عرضه مبتدل العرض سمعة الإنسان قد تكون في شخصه قد تكون في عائلته في أسرته في عشيرته في نسائه في أي شيء هذا هو العرض ما يرتبط بكرامة الإنسان وشرفه بحسب الثقافات المجتمعية على اختلاف أعرافها لا يعجبنك ميصون ثيابه باعتبار أن هذا الجالس كان أنيقا لا يعجبنك ميصون ثيابه حذر الغبار وعرضه مبذول مبتدل للجميع فلربما افتقر الفتاة فرأيته دنس الثياب وعرضه مغسول وعرضه نظيف يقولون هذا الرجل هذا الثري الذي قال ما قال ووصلت كلماته إلى مسامع سيد جاسم كان جالسا مع الوالي على المنصة سقط على الأرض على وجهه سقط وقد أغمي عليه وكأن صاعقة نزلت على رأسه لماذا هذا الرجل ليليا يقضي أوقاته مع الوالي في ليالي حمراء في أحضان النساء والجواري ويذهب إلى بيته عند الفجر فلا يعرف شيئا عن بيته زوجته ونساؤه كنا في كل ليلة في أحضان رجل من الرجال من الخدم من الحشم من الجيران هو لا يعلم بذلك ولكن في ليلة من الليالي في تلك الليلة التي في صبيحتها وصل سيد جاسم إلى بغداد في تلك الليلة كان قد ذهب باكرا عند شغل راح البيت من وقت إجا لقى زوجت في أحضان واحد من أصدقاء أو شركاء في العمل وجدهم عرات وكان الرجل جالسا بين فخذيها فماذا يفعل سكت ستر الأمر لما تحقق من الخدم والحشم عرف أن نساءه في كل ليلة هذا هو حاله فستر على نفسه وسكت ماذا يفعل هل يفضح نفسه فقال الذي قال فجاء البيتان صاعقة على رأس هذا الرجل لا يعجب أنك لا يعجب أنك ميصون ثيابه ثيابه حذر الغبار وعرضه مبذول مبتذل فلربما افتقر الفتاة فرأيته دنس الثياب وعرضه مغسول سيواجه سيواجهونكم أولئك الذين أعراضهم مبذولة سيحاربونكم أنتم يا أصحاب الأعراض المغسولة النظيفة هذا ما عانيت منه لمدة تزيد على أربعين عاما صدقوني لكن في النهاية حبل الكذب قصير كونوا مع عليين ولا تعبؤوا بالآخرين كونوا مع عليين علي آية آية كونوا مع هذه الآية طالب المقوطر علي آية علي آية علي آية علي آية علي راية علي حلم البحر وغمق علي هارون علي هارون هارون من موسى من موسى من موسى علي 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 انطر لجدار البيت علي انطر لجدار البيت ولخيال القمر دنك علي بظهر شقر هوسات 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 علي بظهر الشقر هوسات هوسات وخشوم الزلم مسحك علي بيارخ بيارخ علي بيارخ علي بيارخ وفا علي بيارخ وفا وبتار بتار 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 يا أمير المؤمنين علي بيارخ وفا بتار 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 علي بيارخ علي بيارخ زقح تقلق علي بيارخ بيارخ وفا وبتار بتار علي بيارخ لو زقح تقلق علي بس بس انتخس معين طق البير ما يزرك علي بس انتخس معين طق البير طق البير ما يزرك علي حين السمع ذنون علي حين السمع ذنون بيارخ بيارخ تطلق علي بس انتخس معين طق البير ما يزرك علي حين السمع ذنون خل الحوت بيارخ 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 يتدارك نوح شاغاط والسفينة شرعها الشقك علي لو ما يتدارك نوح شاغاط والسفينة شرعها الشقك علي غط اليهود بليل من شبه المسيح بعودهم علي غط اليهود بليل من شبه المسيح بعودهم علي صرخة صرخة علي صرخة علي صرخة وعلي دمعة وعلي بسمة وعلي تشلمة اسم هالحق علي صرخة صرخة وعلي دمعة وعلي بسمة وعلي تشلمة اسم هالحق ألف طالو تأريخ هذا تأريخ يجري ويجري ألف طالوت ألف جالوت ألف طالوت ألف جالوت ذي القرنيا صالوا دق أبو يا علي نشي الزلم جدا ما نشي البك ألف طالوت ألف جالوت ذي القرنيا صالوا دق أبو يا علي نشي الزلم جدا ما نشي البك وإحنا نقول ما طول النسر معروف خلي خلي شو تريد من عندك خلي 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 وإحنا نقول ما طول النسر معروف خلي وطوط لك خلي شو تريد من عندك وإحنا نقول ما طول النسر معروف خلي 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 وطوط لك وكل من عاد أبو الحسنية وكل من عاد أبو الحسنية وكل من عاد أبو الحسنية ألف نعلع لبي ألف نعلع لبي أمنيا ما نتك أمنيا ما نتك نلتقي في وقت قريب إن شاء الله تعالى وقت حلقة انتهى بقي كلام كثير في لهواتي أتمنى أن تكون رسالتي قد وصلت عبر حلقات شهر رمضان أو عبر هذه الحلقة رسالتي موجهة إلى أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن أنا أقول لكم أنتم أملوا إمام زمانكم اتركوا الكبار بضلالهم ولا تعبأوا بهم وتركوا البغال المعممين من كبار أصحاب العمائم وتركوا الجحوش المعممين من صغار أصحاب العمائم حقائق الدين قد بوينت لكم عبر هذه الشاشة لا أقول لكم صدقوني لا أقول لكم اتبعوني لا تعبأوا بي ولكن بإمكانكم أن تعودوا إلى المصادر وأن تتأكدوا بأنفسكم من الحقائق نلتقي قريبا إن شاء الله تعالى لكنني أذكركم من يوم غد ستعرض قناة القمر الحلقات التي ترتبط بذكر علي في الصلوات الواجبة وبعد ذلك ستعيد قناة القمر بث حلقات شهر رمضان على مائدة القمر أتمنى عليكم أن تدرسوها هذه الحلقات التي عنونت على مائدة القمر كورس مكثف ومكثف جدا من الوحي الشيعي المهدوي الزهرائي ختاما أقول زهرائيون نحن يا بقية الله والهوى والهوى زهرائي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر